خفة الدم أو القبول الحوار اللي ما بيننا يقفيه دمه خفيف ده بيساعد على ثقة للمعيشة شوية بيخصص من صعوبة الحياة المسئوليات وأعباء الحياة ده بيخفف شوية يعني الاستمرار أو الاختيار انتوا رايحين لأنه هو يبقى دمه خفيف بعيدا عن اللي بيلفت النظر في أول حال أنا أحب أضرب المثل ده فاكرين طبعا 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 براد بيت وأنجلينا جولي يعني الاثنين هما الأوسم على الإطلاق في علم الرجال وفي علم الستات يعني الرجال اللي بيشوف أنجلينا جولي هو الأوسم بل 18 ينه والبنات اللي بيشوفوا براد بيت وواسامة وكاريزمة وشهرة وحاجات كتير جده يعني باكتج عملاق ومع ذلك الاثنين لما جوزوا كان يعني لو هي الواسامة أو الجمال الوسامة في الرجالة والجمال في الستات هما دول الأصل الحكاية ما كانوش يتطلقوا يعني ما كانش هو تجاوز خدي بيالك هو تجاوز أكتر من واحدة من نجمات هوليود وكلهم جميلات وكلهم يتطلقوا وهي يمكن مع راش جاوزت مين قبل وكتير ومد الخط على استقامته في كتير من الجميلات وكتير من الرجال لانك بتتعوتي على الجمال وهو بتعود على جماله أو هي بتتعود على جماله صح زي ما بتكون شاري حاجة جديدة أو لوحة جميلة في البيت وانت كل ما تعدي من قدامها هتحس قدقي اللوحة دي جميلة ورائعة وشعي في وجودها بعد كده بتعتاد جمالها بتكوني نركن الوسامة أو الهندام أو الحاجات دي لو افترضنا أنه حالة وسطية يعني وكمان خافت الدم على جمي يبقى نختار بحاجة تانية خالص اللي هي أنا واخد بالي منك ولا لأ طبعا لإهتمام أنا برعيك ولا لأ أنا مهتم بيك ولا لأ أنا بلب رغباتك وبلب المسؤوليات اللي عندي ولا لأ يبقى هو ده المقياس طبعا مش ده مهزار أو ده اللي احنا بنكتشف أنه مهم وهو ده المقياس بعد ما بنمشي شوية في العلاقة وبنكعبل بس أنا عايزة أقول لكم نقول لنا الكعبلنا في المنطقة دي وإحنا صغيرين طبعا في السبعتاشر والثمنتاشر والحد تلاتة ربع العشرينات بالمناسبة أنه احنا بنقع في الوسيم أو الوسيم هو اللي يشغلنا أو هو اللي يعني نبقى نفسنا يعتبط بينا أو على فكرة لا لا أو العكس يا شيري أو العكس أنا بكونت بشوف ناس كوميديانات ده مهم خفيف وعادي مرتبطين أو مخضبين ناس يعني بالمقييس اللي هي تاعة الجمال ده ما ينسبش ده جميلة قوي هي بالنسبة جميلة قوي هو عشان خفة الدم دي كارزمة ما هو ما هو تعال بقى نعمل الكونكلوجين الكونكلوجين إيه الكونكلوجين في الكارزمة خفة الدم بتطفي كارزمة جندة جدا على الشخصية يعني خفيف الدم ده ممكن يبقى الأقل وسامة في القعدة بعيد عن الإعجاب والحب والمشاعر في أعية قعدة ممكن يبقى الأقل وسامة ممكن يكون الأقل إمكانيات بس عنده كارزمة بس كارزمة بس كارزمة دم لوحدها لا تكفي لا لا أنا بتكلم بس خلينا خلينا بس أتكلم في الحتة دي هي أكيد لا تكفي لكن هو لو شخص عنده عنده من خفة الدم كتير بتلاقيه أول ما بيتكلم كل الناس بتسكت عايزة تسمعه أنا أفتكر كويس قوي خالي كان بيعمل ساعة وبيشتاقوا إنهم يعودوا معاه كمان بالزبط خالي كان بيعمل ساعة تعوزهم مش عارف إيه الأصدقاء وأريبه كده فكان فيه صديق معين صديق ده كان بيعرف يلقي نكت بشكل مرعب مرعب وصديق ده ما كانش صديق وثيم خالص لكن صديق راجل بسيط جدا في الشكل ولكن كان الفكرة ممكن يبقى في المكان فيه 20 نفر دلوقتي الشخص ده هيقول شوية نكت كله يقعد يسكت وكله يبصله بمنتهى الانبهار والاهتمام أو مش نكت بس على فكرة يعني أنا بديك مثال صغير يعني لأنه عنده كتير من خفة الظل والفكاهة في شخصيته فبالتالي أنا بشوف إن الميزة دي ليه بتجذب ستات ممكن جميلة وأكتر يمكن غينة وأكتر جمالوة عشان هي كارزماتيك جدا الصفة آه بس برضو تفضل لو هي دي الصفة الأميز لا أكيد لا ودي اللي لفتها النظر في البداية برضا تعود عليه مش هتكمل خالص أحنا دايماً بنقول يا شيري إن الوساطية في كل حاجة ما هواش إكستريم كل حاجة ما هواش إكستريم خفة دم لأن الإكستريم بتاع خفة الدم ده بيبقى مهزار وده بيبقى غالباً ما بيشلش المسؤولية كويسة